معددكم هناك مكان في السطح في مكان آخر في السطح ما شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد فنبدأ بحول الله وقوته مستعينين به في شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر الإمام الحافظ أحمد بن علي العسقلاني بن حجر والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كان حافظ وقته في كثير من العلوم ومن أجلها علم الحديث ومصطلح الحديث وله تصانيف وله تصانيف كثيرة وعديدة سارت بها الرقبان وتهاداها المروق والكبراء والعلماء على مر الزمان ومن أجل هذه التصانيف كما تعرفون فتح الباري في شرح صحيح البخاري وهو من أفضل الشروح على صحيح البخاري رحمه الله تعالى حتى أن بعض العلماء عندما سئل هل هناك أفضل من شرح فتح الباري للصحيح البخاري فقال له لا هجرة بعد الفتح يعني كأن فتح الباري هذا هو أفضل مصنف صنف في شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى والحافظ المحجر كما قلت كان عالما جليلا عالما بالأحاديث وشروحها عالما بالتواريخ بالتاريخ وعالما بالأشعار وعالما باللغة تولى قضاء مصر عدة مرات وكان شافعي المذهب أصله من مدينة عسقلان بفلسطين وهذه المدينة الآن تقع تحت طائلة الاحتلال الصهيوني إلا أنه يعني هذا موطنه المصلي موطن آبائه وأجداده لكنه هو رحمه الله ولد بالقاهرة أو ولد بمصر وتوفي بها ومقامه قريبا من مقام سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني بينه وبينه حوالي ما يقرب من عشر دقائق تمشيها على القدم هذا بالنسبة للكلام على الحافظ وكان رحمه الله تعالى له تلاميذ عديدة من أشهرهم الحافظ السخاوي رحمه الله وقد ألف كتابا في ترجمة شيخه الحافظ بن حجر أسماه الجواهر والضرر في شرح أو في ترجمة الحافظ بن حجر وهو كتاب نفيس جيد مما ألف رحمه الله تعالى الكتاب الذي بين أيدينا وهو المسمى بنزهة النظر في شرح أو في توضيح نخبة الفكر نقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا بدأ المصنف رحمه الله تعالى كعادة المصنفين والعلماء في بداية تصانفهم بالبسملة والبسملة كلمة البسملة كما تعرفون هي تسمى نحت فنأتي إلى كلمة أو إلى عبارة ونأخذ منها حروفا معينة ونكون منها كلمة واحدة فنقول البسملة أي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم الحولقة أي لا حول ولا قوة إلا بالله طيب هل هذا النحط توقيفي أم قياسي يعني ممكن نقيس عليه ولا هو ببقى توقيفي من الشر أو من اللغة ألا دا توقيفي الراجح أنه توقيفي لكن ما فيش مالع نحن يعني ترد عبارات حديثة يعني مثلا نحن الآن نقول إيه درعمي أي هذا الرجل متخرج من كلية اقتدار العلوم فابتدأ المصنف بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم وهذا اقتداء بالكتاب العزيز فبدأ الله عز وجل كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم وأيضا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمر ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر وفي رواية فهو أقطع وفي رواية أخرى فهو أجذب وهناك أحاديث أخرى تقول أن البداية تكون بالحمد له وورد فيها أيضا حديث صحيح كل أمر ديبال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع طيب إذا بدأنا بالبسملة فإذ أحنا لم نبدأ بالحمد الله فكيف نجمع بين هذا وذلك ألك هناك أو الابتداء نوعان ابتداء حقيقي وابتداء وابتداء إضافي يعني كلام دا قال لك الابتداء الحقيقي ينظر فيه إلى ما قبله فإذا لا قبله شيء وابتداء والابتداء الإضافي ينظر فيه إلى ما بعده فهذا كلام العلماء في الجمع بين البسملة والحمدلة وهنا كلام العلماء بيدربك على التفكير وكيف تفهم الكتاب والسلمة وكيف تفهم مصوص الطراث فإذا قلنا الابتداء نوعان ابتداء حقيقي وابتداء إضافي الابتداء الحقيقي ينظر فيه إلى ما قبله والابتداء الإضافي ينظر فيه إلى ما بعده طيب هل ممكن يأتي مصنف من المصنفين ولا يبدأ بالبسملة والحمدلة قال لك آه ممكن عندما يبدأ في التصنيف والكتابة يقولها ترفضا ولا يكتبها كما فعل الإمام البخاري في صحيح ما تفتح صحيح البخاري كده لا تلاقي فيه لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا الحمد لله رعب العالمين قالوا طب إزاي عند إمام الحديث وإمام الأئمة إزاي يعمل حاجة مثل هذا قال لك لا هو تلفظ بها قولا عندما بدأ في تصنيفه ويبقى اللي يقول زي ما المصنف الحفظ بن حجر هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يبقى هو كده جمع بين الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي عشان نخرج من المشكلة برمتها طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذه الجملة كما يقول الإمام علي كرم الله وجهه لو طويت لي وسادة لقلت في شرحها ما يحمله سبعون بعيرا ده بقى سيدنا الإمام علي أنا مدينة العلم وعلي بابها ده باب العلم لكن الناس الغلبة اللي زي حالتنا يقولوا بقى على الدهم فبسم الله الرحمن الرحيم الباب هذه من حروف المعاني أن لها معنى لها معنى في اللغة أوصل بعض العلماء هذه المعاني إلى أربعة عشر معنى يعني الباب دي تأتي بأربعة عشر معنى مختلفة فمنها مثلا نذكر بعضها ولا نذكر كلها على سبيل التمثيل والإجمال من معانيها مثلا الإلصاق يعني الإلصاق أي يكون شيئا ملتصقا بشيء تقول مثلا أمسكت بزيد واحد اسمه زيد أمسكت فيبقى يدي ملتصقة بزيد وهذا يسمونه إلصاق حقيقي وفيه إلصاق مجازي تقول مررت بزيد يعني هو قاعد هنا وأنا مرت عليه كده من هنا بدون تلاصق فذا بسموه إلصاق مجازي طبعا عارفين الفرق بين الحقيقة والمجاز الحقيقة هي استعمال لفظ فيما وضع له في استلاح التخاطب تكتبوا الكلام ده ولا مش هتكتبوه ولا عارفين الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له في استلاح التخاطب تقول رأيت محمدا أو رأيت زيدا المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في استلاح التخاطب تقول رأيت أسدا وتقصد مثلا زيد أو محمد هذا زيد أو محمد شرق الشجاع قوي تقول رأيت أسدا فهذا يسمونه مجاز فالإلصاق منه حقيقي ومنه مجازي وهذا المعنى للباب وهو الإلصاق قيل أنه معنى لا يفارق الباب الباب في جميع معانيها تفيد الإلصاق حتى إن سبوايه في الكتاب لم يذكر لها معنى إلا هذا وهو معنى الإلصاق زي ما قلت طبعا في بعض العلماء وصلها لأربعتاشر معنى من معانيها مثلا الاستعانة وهذه الاستعانة تدخل على الآلة بمعنى إيش؟ تقول كتبت بالقلم أي كتبت مستعينا بالقلم فالباب هنا للاستعانة والباب في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة هتقول لي كده وأنت شبهت اسم الله عز وجل بالآلة أقول لك برضو هذا تشبيه مجازي لأن الفعل لا يقوم حقيقة ولا يتم إلا بسم الله عز وجل من معانيها مثلا المصاحبة كقوله تعالى مثلا اهبط بسلام منا في قوله لنوح عليه السلام أي اهبط بمصاحبة سلام منا وقوله تعالى مثلا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به دخلوا بالكفر أي بمصاحبة الكفر من معانيها أيضا التبعيد كقوله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله أي يشربون من بعضها عينا يشرب بها أي من بعضها فالبقى هنا للطبعيد وقيل إن قوله عز وجل في أحد أوجه التفسير وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم وهو مذهب إمامنا الشفعي رضي الله عنه فإحنا قلنا مثلا من معانيها الصاق الاستعانة المصاحبة من معانيها مثلا السببية كقوله عز وجل قوله تعالى سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أي بسبب اتخاذكم العجل ورأتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل فأيضا من معانيها التعدية يعني التعدية أن تجعل الفعل القاصرة متعديا الفعل منه قاصر ومنه متعدي القاصر هو الذي لا يكون له مفعول المتعدي الذي يكون له مفعول فمثلا الفعل ذهبا هذا فعل قاصر ليس له مفعول ذهب الرجل إلى الجامعة فين المفعول مفيش مفعول ضرب محمد زيدا هذه ضرب فعل متعدي ليه؟ عشان ليه مفعول فالباء لما تأتي على الفعل القاصر تجعله متعديا ذهب الله بنورهم فذهب كما قلنا فعل قاصر دخلت عليه الباء فجعلته متعديا حتى أن هناك في قراءة ولو أنها قراءة شاذة أذهب الله نورهم فيبقى من معاني الباء التعديل وهكذا لا نريد أن نطيل في هذا الأمر في معنى الباء لكن كما قلت قد أوصلها بعضهم إلى أربعة عشر معنى باسم باسم اسم بقى أولا الاسم همزته موصولة همزة وصل وليس همزة قطر فتقول اسم وليس اسم حتى في قوله تعالى بئس لسم الفسوق بعد الإيمان فلا تقول بئس الاسم لا بئس لسم الفسوق بعد الإيمان لأن اسم همزتها همزة وصل حتى في الاختبار لما يريدوا أن يختبروا الحافظين أو القارين للقرآن يقول له ابتدئ بإيه باسم اسم الفسوق فتقول لاسم الفسوق ما تقولش إيه الاسم الفسوق بعد الإيمان هذا في الاختبار فقط واسم أصلها من سماوة أو سماوة من السموة وهو العلوة وهذا مذهب البصريين وعند الكفريين من السما وهي العلامة وأصل اسم واسم بالواب فحذفت الواب وأبديل مكانها همزة الوصل طيب الاسم ده هل هو عين المسمى ولا غير المسمى والإجابة على هذا السؤال تحل لك تحل لك مشكلة إيه خلق القرآن اللي خاضوا فيها كثيراً وأودياً بسببها كثير من العلماء كالإمام أحمد وغيره الاسم ده هو هو ذات المسمى ولا غير المسمى فاكتب القاعدة دي الاسم إن أريد به اللفظ فهو غير المسمى الاسم إن أريد به اللفظ اللفظ اللي هو طالع من بؤده فهو غير المسمى وإن أريد به الذات أو المعنى فهو عين المسمى فالقرآن مثلاً اللي مكتوب ده الحروف والورق ده اللي هو المصحف فيه المصحف هل هو مخلوق ولا لا؟ مخلوق ده ورق وحروف كده مكتوبة بالطباعة ولا كلام الله القديم لا يبقى مش مخلوق فالقاعدة دي تحللك إشكال خلق القرآن وإنت بتقرأ كده تفهم يبقى إيه اللفظ أو الاسم إن أريد به اللفظ فهو غير المسمى وإن أريد به الذات أو المعنى فهو إيه؟ عين المسمى طيب باسم إحنا إيه؟ بنحذف الألف ليه؟ مش هي اسم ألف سين ميم والباء قابليها فيبقى نكتب باء ألف سين ميم لا إحنا بنجدها بسين ميم فالألف دي حضفت ليه؟ قال لك لكثرة الاستعمال لكثرة الاستعمال والعرب كانت هذا دأبوها إذا أكثر من شيء يحذفه تسهيلا فحذفوها لكثرة إيه؟ الاستعمال طيب الله بسم الله الله لفظ الجلالة بعض العلماء قال لك لفظ الجلالة ده الله هو علم على ذاته المخصوصة سبحانه وتعالى علم على ذات من إش صفه؟ طب ليه؟ قال لك لأنك لا تستطيع أن تقول لمن قال أشهد أن لا إله إلا الله بسيطة ما يبقى إش ده متوحيد؟ ما يبقى إش ده متوحيد؟ فمثلا لو جنا لواحد لسه بيسلم فهتقول له أنت الشهادتين ينفح تقول له أشهد أن لا إله إلا الرحمن؟ إن فعش لأن الرحمن ذي صفر فكذلك الله هنا علم وليست صفر فالجمهور فالجمهور ردوا على اليوم وعليهم لا هي أصلها صفر ولكن لما غلبت عليه وصارت لا تستعمل إلا له سبحانه وتعالى صارت كالعلم وأجريت مجراه ليه؟ قال لك لأن ذات الله عز وجل لا يمكن أن توصف بلغ يبقى ذا كما يشامونه وكده عندما تقرؤون في الكتب يقول لك لغ علم بالغلبة يعني علم بالغلبة يعني هو أصل صفر بس غلبت عليه العلمية ويعني كي يسهلون الأمر يقولون إيه؟ علم بالغلبة كالعقبة يعني علم بالغلبة علم بالغلبة أن يكون لللفظ معنى بحسب الوضع وضع اللغة ثم يصير له معنى آخر بحسب الاستعمال يعني إيه الكلام دا؟ زي ما هو ضرب مثال بالعقبة العقبة في اللغة هي إيه؟ المانع أو الحاجز من فعل شيء تقول إيه قابلتني عقبة في فعل هذا الأمر ثم صارت علماً على مدينة العقبة اللي هي موجودة فيه؟ في الأردو وكالمدينة المدينة في وضع اللغة اسم لإيه؟ لمكان يجتمع فيه كثير من الناس ويعيشون فيه ثم صارت علماً بالغلبة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدب سموئي عالم بالغلبة كتبت القاعدة دي؟ أولا تالي؟ أولا تالي؟ اللفظه إن أريد به أو عندما يطلق في وضع اللغة أو أن يكون له معنى بحسب الوضع اللفظ يكون له معنى بحسب الوضع ثم يصير له معنى آخر بحسب الاستعمال أن يكون اللفظ معنى بحسب الوضع فيصير له معنى آخر بحسب الاستعمال والمثال اللي أنا ضربته إيه؟ عالم بالغلبة كالعقبة لكي تحفظها كده تمسائل طيب الرحمن الرحيم الرحمن والرحيم هذان صيغة مبالغة أي مبالغة في الرحمة وحقيقة الرحمة إيه؟ هي رقة في القلب لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء يعني الرقة في القلب دي مع الإنسان وقد تكون مع الحيوان لكن الله عز وجل كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء طيب نحل الموضوع ده إزاي؟ قال لك أسماء الله تعالى إنما تكون باعتبار الغايات التي هي أفعال غاية الرحمة إيه؟ إن ربنا حيرحمنا في الدنيا وفي الآخرة وهو فعله من الله عز وجل بأسماء الله عز وجل إنما تأخذ باعتبار أنها غايات التي هي أفعال ولا تأخذ باعتبار البدايات التي هي انفعالات انفعال اللي هو عمل القلب ده الانفعال والله عز وجل منزه عن ذلك لكن إحنا بننظر في اللفظ أو في الاسم باعتبار إيه؟ المآل باعتبار غاياته التي هي فعل ينتج عنها فعل وهو الرحمة أن الله عز وجل يرحم عباده سواء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما وقيل طبعا أن الرحمن خاص بالدنيا والرحيم خاص بالآخرة وقيل هما معا حتى في دعاء الإمام علي رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء إبا قيل هذا وقيل هذا الحمد لله إبا هو المصانف هو جمع بين البسملة والحمدله زي ما قلنا المسملة ابتداء حقيقي والحمدله ابتداء إضافي طيب إيه معنى الحمد؟ وهل هناك فرق بين الحمد والمتح؟ الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري يعني كلام ده يعني الجميل الذي يكون للإنسان فيه اختيار تقول مثلا حمدت زيدا على علمه هو له فيه اختيار يعني هو اختار أن يكون علما وأن لا يكون جاهلا حمدت زيدا على كرمه هو له فيه اختيار أن يكون كريما أو أن يكون بخيلا المتحو هو الثناء مطلقا الثناء مطلق الثناء فتقول مدحت زيدا على حسنه فهو حسن ده أو جماله ليس له فيه اختيار هذه خلقة الله عز وجل سيبقى هذا هو الفرق بين ايه الحمد والمتح الحمد والمتح طب الشكر ايه الفرق بينه وبين الحمد والمتح قال لك الشكر هو مقابلة النعمة مقابلة النعمة قولا وعملا واعتقادا مقابلة النعمة قولا وعملا واعتقادا واحد أسدى إليك معروف فتشكره تشكره باللسان تشكره بأن ترد له جميله بأن تعطي له هدية اعتقادا أن تعتقد في نفسك أن هذا رجل كريم وكما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة يدي ولساني والضمير المحجبة قول وعمل واعتقاد الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا سبحانه وتعالى وعليم وقدير هذه صيغة مبالغة أيضا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا صلى الله على سيدنا محمد الصلاة من الله عز وجل الدعاء الصلاة من الله عز وجل الرحمة وذلك انتثالا لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد سيدنا لأنه سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر فهو سيد العالمين سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا بشيرا بالخير ونذيرا من عذاب الله عز وجل يوم القيامة وعلى آل محمد وصحبه وسل تسليما كثيرا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيل هم أولاد جعفر والعباس وعلي وعقيل أولاد العباس وجعفر وعلي وعقيل يقال لهم آل البيت وقيل معهم يدخل أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقيل كل مؤمن تقي كما ورد عند التبراني في الأوسط من حديث أنس آل محمد كل تقي وصحبه هم الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ولو رآه للحظة يعني لو واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة وآمن به ثم مات هذا يعد صحابيه التابعي مش كده التابعي لازم يشوف الصحابي ويقعد معاه ويأخذ عنه ويروي عنه طب قال لك الفرق قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا نور عندما تراه رويته تؤثر في نفس الإنسان تأثيرا عجيبا بخلاف الصحابي الصحابي إنسان عادي لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي يوحى إليه سيد ولد آدم فإذا رأيته ونول لحظة واحدة كفت يكفي وسلم تسجيما كثيرا أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت أما بعد دي برضو قاعدة تخذها أما بعد لازم يأتي ما بعدها مبتدئا بالفاب يعني لا تقول أما بعد إن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث لا الأفصح في اللغة أن تأتي بعد أما بعد بالفاب طب ليه قال لك لأن أما في معنى الشرطية في معنى الشرطية فكأن ما بعدها جواب الشرط إذا جاءك محمد فأكرمه فأما لها معنى الشرطية فما بعدها يكون كأنه جواب الشرط فلابد أن يكون مقترنا بالفائف أولي فدي برضو قاعدة تخذها أشان لما تشوف حد كده كاتب أما بعده إن كذا كذا وبيكامل تعرف أن هو إيه؟ مش عارف إيه لغة عربية فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت نحن نعرى المتن نحن نعرى الشرط فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث وإن الحفظ ابن حجر دمج بين المتن والشرح بحيث صار كأنهما كتاب واحد ليس كما يفعل بعض المصنفين عندما يشرح كتابا فيشرح الكلمات التي تحتاج إلى شرح فقط وكأن الشرح منفصل عن المتن لا في بعض الشراح ومنهم الحافظ هنا في الكتاب يجعل المتن والشرح كأنهما شيء واحد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث فمن أول من صنف في ذلك أي في مصطلح أهل الحديث القاضي أبو محمد الرام هرمزي المين مفتوحة والهاد مضمومة أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل وهذا اسم الكتاب لكنه لم يستوعب يعني لم يأت بجميع مسائل هذا العلم في كتابه فاته أشياء والحاكم أبو عبد الله النيسى بوريه له صاحبه المستدرك لكنه لم يهذب ولم يرتب أو لم يهذب ولم يرتب وتلاه أي جاء بعدهما أبو نعيم الأصبهاني وتقول الأصبهاني والأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا أن يستدرك فيه على كتاب أبو عبد الله الحاكم وأبقى أشياء للمتعاقب يعني برضو لم يستوعب كل مسائل هذا العلم ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية في أداب رواية الحديث أو في قوانينها كتابا سماه الكفاية وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا يعني مفيش فن من فنون الحديث وعلم مصطلح الحديث إلا وقد ألف فيه الحافظ أبو بكر البغدادي كتابا ومصنفا فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة واسمه محمد ابن عبد الغني كل من أنصف أي قال الحقا علم أن المحدثين بعض الخطيب أي بعض الخطيب البغدادي عيار على كتبه يعني كلهم يستفيد من كتبه وهو أول من استكمل مسائل هذا الفن بالتصنيف والشرح على الجهة المثلة ثم جاء بعدهم بعض من تنخر عن الخطيب يعني جاء بعض الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع وهو كتاب جيد في هذا الفن مجلد واحد ولكن جمع فيه من مسائل هذا العلم أمورا كثيرة وفيه فوائد يعني كثيرة يعني يستفيد منها طالب العلم العلم في هذا الباب وأبو حفص الميانجي بكسر النور جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها يعني يعني المصنفين منهم من صنف بتوسع في هذا الفن ومنهم من اختصر ليتيسر فهمها وحفظها إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمر عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهر زوري نزيل دمشق عملي بقى الحافظ ابن الصلاح فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية حفظ الصلاح تولى تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية في دمشق هذه المدرسة الأشرفية هي التي كان يدرس فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى طبعا هذا بعد بعد الحافظ أبو عمر بن الصلاح بمدة هي نفس المدرسة التي تولى التدريس فيها الإمام النووي رحمه الله فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور اللي هو كتابه المشهور اللي هو اسمه مقدمة ابن الصلاح فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء يعني ده كان بيمليه للطلبة بتوره ما كانش قاعد كده لوحده قاعد بيكتب لا كان الطلبة قاعدين كده زي حضراتكم وهو قاعد بيمليهم مسائل هذا العلم والتلاميذ بتوره قاعدين بيجمع هذا إلى أنصار كتابه فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب مع كل العلم اللي فيه لكنه عشان هو من لا كده في مجالس مختلفة فلم يحصل الترتيب المناسب وممكن هذا يكون ممن جمعه من التلاميذ هو جاب الباب ده حطه هنا والباب ده حطه هنا ولا أخبط الدنيا مش لازم يكون الإمام يعني هو أملاه بصورة غير مناسبة واعتوني بتصانيف الخطيب المتفرقة لا إبقى واعتنب واعتنى أي الحافظ ابن الصلاح بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليه من غيرها نخب فوائدها يعني شرح هذا الكتاب واختصره وأضاف عليه فاجتمع في كتابه إن هو كتاب مين با؟ ابن الصلاح المقدمة فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره يعني المسائل اللي نجدها متفرقة في الكتب هو رح جمعها في كتاب واحد فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره اجتمعوا على هذا الكتاب وابتدوا يدرسوه واشرحوه إلى آخره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر كثير من العلماء اختصر هذا الكتاب ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التقريب اختصر مقدمة ابن الصلاح فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه يعني بعض العلماء قال لك مثلا الحافظ ابن الصلاح فاته بعض الأشياء فاستدرك عليه بعض الأمور زي مثلا الحافظ البلقيني حافظ مغلطاي كل هؤلاء استدركوا على الحافظ ابو عمر ابن الصلاح ومعارضا له يعني بعضهم أيضا عارضه فيما قال وده أليل جدا قليل جدا اللي عارض كتاب ابن الصلاح واعترض عليه زي مثلا واحد اسمه ابن أبي الدم ده من الناس اللي اعترضوا على الحافظ ابن الصلاح لكن موظم الأئمة والجمهور اعتمدوا هذا الكتاب وشرحوه واختصروه ونظموه واعتمدوا عليه اعتمادا كبيرا ومقتصر له ومنتصر بعضهم يقتصر عليه في التدريب وبعضهم ينتصر له ويرى أنه من أجل الكتب التي صنف في علم مصطلح الحديث يقول الحافظ فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك ده من اللي بيكلم بقى الحافظ ابن الحاجر فسألني بعض الإخوان قيل اللي سألوا هو الإمام عز الدين بن جماعة وقيل الإمام شمس الدين الزر كشي وهو ما من تلابذته قيل هذا وقيل هذا فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة في ذلك يعني يأتي إلى المسائل المهمة فقط ويضعها في مصنف أو في كتاب فلخصته في أوراق لطيفة يعني قليلة العدد سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وقد اعتنى أيضا كثير من العلماء بهذا الكتاب شرحا شرحه كثير من العلماء وذلك لأهمياته ولكونه صدر من إمام عالم حافظ حجا فاعتنى به كثير من الأئمة سميتها نخبة الفكر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته ترتيب ابتكرته يعني إيه؟ يعني هذا الترتيب من وضع واختراع الحافظ ابن حجر هو لإلمانه بهذا العلم وسعة اطلاعه يعرفه كأنه كأن خريطة هذا العلم أمامه فوضع ترتيبا لم يسبق إليه غيره في هذا الكتاب ترتيب لهذا العلم والحفظ ابن حجر كان يعني آية في الابتكار والاستحضار كل من يقرأ كتبه يرى أنه عندما يأتي مثلا لحديث من الأحاديث يأتي بجميع طرقه في كتب مختلفة كثيرة بحيث أنك لو قدرت لو قدت هذا اليوم لتجمع طرق هذا الحديث عن طريق الكمبيوتر ليس ستقدر تجمعها كما كان يجمع وذلك لسعة علمه واطلاعه الشديد ونتعجب من هذا عندما تقرأ مثلا في فتح البارئ أو غيره من الكتب عندما يأتي بحديث يأتي لك بجميع طرقه من جميع الكتب بطريقة عجيبة فريدة على ترتيب ابتكرته أي اخترعته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شرائد الفرائد أو شوارد الفرائد وزوائد الفوائد يعني هو برضو أضاف من عنده أشياء وفوائد من استقرائه للكتب وعلمه واطلاعه عليها وضع فوائد لا توجد في كتاب آخر في هذا العلم فرغب إلي ثانيا هذا الشخص الذي قد طلب منه أن يشرح أو يضع كتابا ملخصا في هذا العلم عندما وضعه الحافظ وهو كتاب نخبة الفكر فالحافظ وضعه بصورة مختصرة شديدة في الاختصار مما جعله في بعض العبارات يبدو ملغزن العبارة مش مفهومة وهو عايز يضع كتاب حجمه صغير عشان الناس تقدر تحفظه بسهولة فالاختصار ده دايما يسبب إشكال إن ليس كثير من الناس يستطيع فهم هذا الاختصار فيحتاج إلى شرح فاللي سألوا في أن يضع له هذا الكتاب قال له طب احنا كده في عبارة مش فهمين حطلنا بقى شرح عليه شرحون فسألني بعض الإخوان فرغب إلي ثانياً أن أضع عليها شرحاً يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك شوف يعني هو المبتدئ مش هيقدر يفهم المختصر ده لأن في عبارة كثيرة عشرة فهم لكن العلماء هيقدروا يفهموا كلام ده لكن مش كل الناس قد حصلوا مرتبة متقدمة من العلم يقول فأجدته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك أي مسالك المصنفين فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها يعني في أمور كده في ألفاظ غير واضحة بالمرة قام هو بشرحها وفك أسرارها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه هو المؤلف المدن وهو اللي هيشرحه مش هنقول بقى أصلي إيه المؤلف المدن كم أصده شيء والشرح لم يفهمه لا ده هو المؤلف هو مؤلف المدن وهو مؤلف الشرح فهو أدرى بكتابه الذي صنفه في البداية لأن صاحب البيت أدرى بما فيه طب هو دايما يعني لا مش دايما غالبا غالبا شارح الكتاب بيبقى هو أفضل يعني شارح المدن هو أفضل من شرحه إذا كان الشارح والمؤلف للمدن واحدا فبيقول لك بقى إيه فكم من شارح أظهر من المعاني كم من شارح أظهر من المعاني ما لم يخطر ببال صاحب المباني يعني ممكن واحد يجي يشرح الكتاب يشرحه بطريقة أفضل من شارح من مؤلف المدن والشرح معه ولكن هذا ليس غالبا فالأغلب هو أن شارح المدن إذا كان هو مؤلفه يكون أقدر على شرحه من غيره وظهر لي أن إراده أي إراد الشرح على صورة البسط أليق يبقى إراده هنا مقصود بها إيه؟ الشرح الهاء عائدة على إيه؟ على الشرح مش على المدن ودمجها ضمن توضيحها أوفق يبقى دمجها دي عائدة على إيه؟ على المدن يبقى إراده عائدة على الشرح ودمجها عائدة على المدن فبعض الناس مثلا يقول لك طب هنا الضمير اختلف يعني هو الضمير هنا في الهاء هنا عائدة على المدن والهاء هنا عائدة على الشرح فقال لك دا ما فيش مشكلة إذا كانت هناك قرينة تدل على هذا فذلك مثل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن يقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فاقضي فيه الأولى دي عائدة على مين؟ على سيدنا موسى فاقضي فيه في التابوت يعني حطيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فاقضي فيه التانية دي عائدة على مين؟ على التابوت يبقى الأولانية فاقضي فيه عائدة على سيدنا موسى والهاء التانية عائدة على التابوت فما فيها مشكلة إذا كانت هناك قرينة تدل على هذا فسلكت هذه الطريق القليلة المسالك والطريق ده مذكر ولا مؤنس الطريق ده مؤنس ولا مذكر شكلكم كده عايزين تناموا والشيخ عمر إيه أجهدكم فالطريق تذكر وتؤمث لكن الأفصح فيها التأنيف وكذلك كلمة السبيل السبيل بمعنى الطريق برضو تذكر وتؤمث لكن أفصح فيها التأنيف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ما الشيء قل هذا سبيلي لا قل هذه سبيلي فسلكت هذه الطريق القليلة المسالك فأقول طالبا من الله التوفيق في ما هنالك ودي كانت عادة المصنفين إنهم إيه في خطبة الكتاب يأتون إيه بالسجع وموافقة نهاية الكلمات مع بعضهم وإذا قلنا طبعا أن الحفظ ابن حجر كان أيضا له باع في العربية وكان راوي للشعر فهو أولى الناس بهذا الخبر عند علماء هذا الفن مراضف للحديث يبقى هو كده ابتدى إيه في الكلام عن مصطلح الحديث نكمل ولا نبتدي بقى الشرح ده في الجلسة القادمة إن شاء الله نبقى أنها ديه نبقى بدئين من الساعة كامل السابعة والنصف السابعة والنصف ولا الثامنة الثامنة السابعة ولا الثامنة السابعة والنصف طيب يبقى أنها ساعة وإنتوا طبعا شاكلكوا كده بتاخدوا يعني عملين يدوكم من الصبح دروس ومحاضرات فأنا بقى جاي قدري في الآخر فإيه شاكلكوا كده في بعض الناس أنا شايفة إيه عملها بتنام يعني نبتدئ في شرحي المصطلح الحديث المسائل متعلقة بالمصطلح في الجلسة القادمة حتى إيه لا ينام الناس منه ويبقى إيه كله كده مستيقظ وشيخ نظامنا بقى هتلوم بهوة عشان بس يفوق معنا كده سبحانك الله ومع بحمدك أشهد والله إله إلا أنت أستغفرك ويتفوق إليك في سؤال تفضل أنا ما أسمع شيء طيب هل تسمع منه وتقول لي في أي كتاب في أي كتاب ما طريع 14 معاني من الباب آه في أي كتاب مغن اللبيب لابن هشام يتكلم عن معاني الباب باستفاضة مغن اللبيب لابن هشام لا ما أسمع وما أفهم طيب حد يبلغ حد مغن اللبيب لابن هشام 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 اللبيب لابن اللبيب لابن يؤدي حتى بعد الحافظ ابن حجر يعني بعد الحافظ ابن حجر لم يأتي أي إنسان بطريقة جديدة في تصنيف علوم الحديث كالحافظ ابن حجر واضح؟ أي سؤال آخر؟ الاستعمال استعمال يعني إيه؟ يكثر استعمال هذا اللفظ بطريقة غير الطريقة التي وضعتها اللغة لهذا اللفظ زي ما قلنا إيه العقبة والمدينة لها وضع في اللغة غير الوضع اللي إحنا بنستعمله واضح؟ يعني لما تقول إيه ذهبت إلى العقبة الناس هتفهم أنك إيه رحت للأردن مش هتفهم أنك رحت في مكان فيه عقبة أو في مشاكل واضح؟ أحسن ترتيب في دراسة علم المصطلح هو الترتيب الذي وضعه الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب ولهذا اخترناه لكم مرة أخرى أنت صوتك عالي اسمعوا أقول أي كتب بالنسبة للمتنمين بالنسبة للمتعصدين بالنسبة للمتهين هكذا في عنوية الحديث أي كتب يعني في أول الأمر ندرس أي كتاب وفي توصف بعد كده هل تنهاية شيء؟ أي كتب أول يعني في البداية هناك كتاب كان يدرس في الأظهر قديما الشيخ تقريبا اسمه منشاوي عثمان أو منشاوي عبود بس لا أتذكر اسمه سأذكر لكم اسمه في المرة القادمة كتاب كان يدرس في الأظهر قديما وهناك أيضا كتاب للحافظ ابن كثير اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح فاسمه الباعث الحثيث هذا ابن كثير هذا يفهمه المبتدب المتوسط يدرس نخبة الفكر أو نزهة النظر وشروحها إذا أردت بقى المزيد تقرأ بقى كتاب الماع للقضي عياض كما قلت هو كتاب جيد في هذا الفن تقرأ بقى بقى الكتب وباقي شروح مقدمة ابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح زي ما ذكرت لها شروح كثيرة جدا تقرأ هذه الشروح لمن أرد بقى أن يترقى في هذا العلم وقد وصل إلى يعني مرحلة يستطيع أن يفهم فيها كلاماً أئمة يبقى إقرأ شروحاً الصلاح شروح مقدمة يعني بسؤال آخر نعم كل الشروح وكل المصنفين يعتمدوا هذا الكتاب كل ما فيه معتمد فإذا ما كانش يعني كتاب الحافظ ابن حجر هو المعتمد هايب أمين بأمين في سؤال آخر سبحانك الله وما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأدعوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته